السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم ومدرسة جديدة إذا كنت أول مرة تشاهدون القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام الفعل الأساسي في اللغة الإنجليزية have has نتعلم كيف أستخدمهم بشكل صحيح وتدريبات في نهاية الفيديو تابع معي هناك الكثير من الملاحظات المهمة في اللغة الإنجليزية إذن كما قلنا لدينا الفعل have و has has بمعنى يملك و have أيضا يملك يعني لديه أو لدي وهكذا ننتبه الجملة الإنجليزية بل أول يكون لدينا subject الفاعل بداية الجملة بعدين الفعل وتكملة الجملة إذن the rest of the sentence إذن تكملة الجملة دائما ننتبه have يكون قبلها فاعل بحالة الجمع has قبلها فاعل بحالة المفرد يعني في بداية الجملة الشخص يملك هذا الشيء بيكون بحالة المفرد دائما نعرف أنه الفاعل أما يكون ضمير يعني I he she it we you they إذن هاي الضمار دائما هاي تأتي قبل الفعل في بداية الجملة لدينا I have we have you have they have بينما مع هي وشي وقت نستخدم has he has she has it has يعني I have أنا أملك أو أنا لدي we have نحن لدينا أو نحن نملك you have أنت تملك they have هم يملكون he has هو يملك she has هي تملك it has هو وهي تملك لغير العقل لغير الإنسان إذن دائما الفاعل إما يكون ضمير أو يكون شخص لاحظ لدينا الفاعل the student إذن الطلاب بهذا الحال نستخدم معها have the student have بينما إذا كان مفرد the student has إذن بداية الجملة إذا كان جمع نستخدم have إذا كان مفرد the student has الفاعل مش هبط لكون إنسان ممكن يكون عندنا جماد أو نبات the cars السيارات the cars have the car has إذن دائما مع المفرد نستخدم has مع الجمع نستخدم have have و has نفس الترجمة تماما نفس المعنى لكن have يأتي قبلها جمع أو أحد هذه الضمائر و has يأتي قبلها he she at إذا كما قلنا the student have a pen بينما the student student الطالب has a pen يعني يملك الطالب قلم حبر the student have a pen يملك الطلاب قلم حبر أو لديهم قلم حبر إذن have لدى أو يملك لكن الفرق بناتهم has يأتي قبلها مفرد وhave يأتي قبلها جمع إذا استبدلنا the student بالضمير they they have a pen the student نستبدل بالضمير he تصبح he has a pen يعني هو لديه قلم حبر إذن بالمختصر I have, we have, you have, they have إذن هذا الضمائر الأربعة يأتي بعدها have كيف قاعدة لديهم لغتهم وحرين بيها نحفظ بهذا الشكل he, she, it نستخدم بعدها has يعني he, has she, has it, has لا نستطيع أن نقول it, have أو نقول I, has هذا خطأ إذن I has هذا خطأ لماذا يا أستاذ لماذا يا أستاذ قاعدة عندهم نحفظها يجب أن نقول I have يعني أنا لدي وأنا أملك مثلا it it have هذا خطأ يجب أن نستخدم it has إذن هو لديه إذن نحفظه بهذا الطريقة أيضا إذا كان عندنا جمع يأتي بعدها have إذا كان مفرد نستخدم بعدها has كما قلنا الجملة الإنجليزية بيكون عندنا فاعل الفاعل إما يكون ضمير أو يكون اسم والفعل الفعل بهذا الجملة هو have وhas وتكملة الجملة مثلا لدينا هنا a pin a pin هي تكملة الجملة the student هي فاعل have الفعل a pin هي تكملة الجملة أيضا the student الطالب هي فاعل عندنا has verb فعل a pin هي تكملة الجملة أيضا ممكن يكون كما قلنا الفاعل إما اسم أو يكون ضمير they have a pin هم لديهم قلم حبر لاحظ they نستخدم بعدها have the student استبدنا بيض ضمير he he has a pin هو لديه قلم حبر إذن he تاخذ has the student الطالب أو الطالبة ممكن نقول أيضا she she has a pin إذن نحفظه بهذا الشكل إذن have يأتي قبلها جمع أو أحد هذه الضمائر الأربعة has يأتي قبلها مفرد أو أحد هذه الضمائر الثلاث هي شيئات I have a book أنا لدي كتاب أنا أملك كتاب أنا عندي كتاب إذن كل يأتي لدي عندي أملك إذن نفس الشيء كل بلد ولهجته لكن نعرف أنه have يملك لماذا استخدمنا have لأنه قبلها I I هي الفاعل have هي الفاعل verb a book هي تكملة الجملة I have a book we have cats نحن لدينا قطاط أو لدينا قطاط نملك قطاط عندنا قطاط استخدمنا have لماذا؟ لأنه قبلها we دائما I we you they استخدم بعدها have بدون تردد شفت تحت هذا الضمائر have he she it استخدم بعدها has أيضا بدون تردد بهذه الطريقة your brother has a car يملك أخوك سيارة أو لدى أخوك سيارة عند أخوك سيارة لماذا استخدمنا has لأنه عندنا your brother مفرد أخوك يعني he وهي نستخدم بعدها has مثلا استخدم have لو كان your brothers نضع الاسم يصبح إخواتك بهذا الحال نستخدم have the cat has a tail تملك القطة ذيل أو ذنب لدى القطة ذيل إذن إذن بمعنى ذنب أو ذيل لماذا استخدمنا has لأنه the cat مفرد إذا استبدأنا بالضمير it يعني هي يعني القطة it نستخدم بعدها has it has a tail الآن هذه التمارين نستخدم have أو has كما قلنا have مع الجمع يعني قبل أن يكون جمع has مع المفرد the children nice teeth الأولاد أسنان جميلة اللاحظ teeth جمع لدينا tooth sin الجمع منها teeth أسنان nice teeth أسنان جميلة كيف أعرف أنه have أو has باشرة هنا مكان الverb الفعل قبله نشوف الكلمة إذا كانت جمع have إذا كانت مفرد has the children يعني الأولاد نحن نعرف child ولد أو طفل مفرد لكن عندنا children أولاد جمع بهذا الحال نستخدم have the children have nice teeth the tree many branches branch branches أفرة أو أغصان the tree مفرد بهذا الحال نستخدم has the tree has many branches لي الشجرة عدة فروة أو عدة أغصان my family and I يعني أنا وعائلتي لا أقول I and my family لا my family and I جمع بهذا الحال نستخدم have a big house لدي وعائلتي منزل كبير أحمد a new car أحمد سيارة جديدة أحمد مفرد بهذا الحال نستخدم has أحمد has a new car لدى أحمد سيارة جديدة ممكن نقول he he has a new car هو لديه سيارة جديدة إذن أقصد أحمد أيضا my family and I أنا وعائلتي we ضمير we we تأخذ have the tree الضمير it it has the children they they have إذن بهذا الشكل أنهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام have و has have كما قلنا مع الجمع و has مع المفرد أيضا الضمار I we they نستخدم معها have هي شيئة نستخدم معها has إذن have و has هي الفعل يكون قبلها الفاعل الفاعل كما قلنا يما يكون ضمير أو يكون اسم وتكملة الجملة بهذا الشكل النهائينا درسنا هذا اليوم أتمنى قدمت شيئا لفايدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته